الدين حاجة روحية كبيرة لإنسان هذا المقولة تحتاج بحث وتفصيل وتدقيق كبيرين في رأيي أن الدين هو ليس نتاج الخوف كما يقول لوكريتس الروماني وأيضا فرويد إنما على العكس تماما الدين هو الذي يكافع الخوف هو الذي يجعل الإنسان يطمئن ويجعله يشعر بحاجته بوجوده داخل الجماعة مطمئنا محافظا على شخصيته وكانيونته وواثقا من تقبل الآخرين له وتقبله لهم فكونوا معي أصدقائي في هذا النقاش سريع حول هذا الموضوع الذي أصف بيه أن الإسلام دين ضعيف جدا بناء على هذا المقولة نفسها ولكي تعرفوا التفاصيل ابقوا معي الأخوة العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإسلام دين ضعيف جدا أقول بعد اطلاع جيد ومعايشة تفصيلية تضح لي ولنا جميعا كما أزعم أن الأديان منظومات اجتماعية استبداعية متوارثة ولا تستطيع الحياة إلا بموت وإماتة أتبعها نفسيا وروحيا وتتصف هذه الأديان بالحرص على إكمال عملية القتل الروحية هذه بكل الطرق الممكنة وباسم معروف وهو اسم حفظ الدين ولو جاء هذا المبدأ على حساب حفظ النفس وقدما قبل أيام شفت حادثة الطفل شنودة أن هذا الطفل قالوا أنه سيتربى فيه نزاع حوله مع من سيعيش هذا الطفل هو وجد في مكان فالقانون يفرض أن يكون مسلما لكن أبيه وأمه من المسيحيين وهو هذا نزاع على هذا الموضوع البعض نشره تعليق قالوا أنه هل يمكن أن يكون هذا الإنسان يروح يسير مسيحي ويكون مصيره في الجحيم هذا أمر غير ممكن الفكرة بأنه الآن لا أحد يبحث عن مصير الطفل إنما هو المهم أن يكون منتمي للدين الذي سيضمن له الجنة هذا معنى هو نفس اللي يقول به أنه مبدأ حفظ الدين هو الأساس أي حفظ القطيع وأقول دائما أنني تعريف أن الدين هو القطيع فالإنسان لا يشعر بأنه له قيمة إلا عندما يكون منضمن القطيع فبالتالي المسألة ليست رعاية الطفل إنما الأولوية لحماية القطيع وبالتالي الطفل الذي لا ينضمن القطيع فهو لي تنتفي عنه صفة صفة الحضور داخل الجماعة أو الحاجة لحضوره بأنه سيكون مصيره مجهولا وهذا كلام قطيعيا ودينيا صحيح فهذا المشكلة للناس لا ينظر إلى الصورة كلية فينظر إلى الطفل يقول هذا الطفل تسألون عن دينه المهم حماية الطفل أولا وليس السؤال عن دينه ولا أي دين ينتمي هنا الموضوع وجهة النظر تختلف لأننا ننظر من زوايا مختلفة والمشكلة أن الأغلبية العظمى تنظر من زاوية واحدة فقط ولا تستطيع الخروج من هذا الإطار طبعا هذه العملية أسميها عملية ترويضية لأن الأفراد جميعا لكي ينضعوا داخل القطيع الديني وهذه العملية ترغم الجميع على الحياة داخل حضيرة الدين وهذه التسمية ليست من عندي يعني الحضيرة هي الحيوانات وهي الحضيرة للقطيع أو لأفراد القطيع التي يعيشون فيها مطمئنين تحت حماية الرعي وهو الرعي الرعية وهذه أسماء كلها أسماء موجودة وراسخة في الدين وليست من عندي إنما أنا أعيد وصف الأشياء بالطريقة التي تعرفونها ما يدفع هذا السلوك الديني أو السلوك الجماعي هو اللي يدفع بالنهاية جميع ضحايا هذا القطيع الديني إلى أن يتجهوا إلى الطريق واحد هذا الطريق هو السير خلف الرعي والرعية تسير خلف الرعي ولا تناقش ولا تفكر ومن يحاول أن يفكر خارج القطيع هو مصير النفي أو الطرد أو الموت وهذا عبر التاريخ موجود وبفضل هذه السياسة العنيفة يعني العنيفة جدا والقاسية حافظ البشر على بقائهم وستطاعوا أن يتفوقوا على بقية الكائنات بسبب هذه القسوة في الشدة في عدم قبول وجود أشخاص خارج النظام العام للجماعة البشرية المشكلة وين تبقى؟ تبقى أن هناك أرواح متفردة ومستقلة بطبعها لأن الإنسان هي الميزة العظيمة بأنه لا يمكن أن ينضوي تحت الجماعة لأنه يبقى كائن مستقل لأنه هو الذي يموت هو الذي يتعلم لوحده لا يمكن أن تتعلم والذي يقف إلى جوارك يتعلم في مكانك إذا صبعك يوجعك أو عينك يوجعك أو عندك صداء فالآخر لا يمكن أن يشعر بالصداء مثلك فبالتالي مصير الإنسان ومصير الفرد هو الذي يحتم عليه أن يكون عنده وجه الفردي ووجه الجماعي القطيعي فبالتالي ولا يستطيع الاستغناء عن ذاتك ولا يستطيع أيضا الاستغناء عن الجماعة فهذا الصراع بين الاثنين هو اللي يولد الصراع مع الذات هو اللي يولد الفن والفلسفة والصراع من أجل الجماعة هو الذي يولد الدين والدولة هذان الوجهان يتصارعان فيما بينهما وستبقى هذه الثنائية الوجهين ووجهين العملة الإنسانية يبقى مسألة أساسية فتشاهد مثلا عندما بالتعليقات تجد كثير من الناس يتحدث معي بالوجه الجماعي الديني القطيعي والبعض يناصرني أو يقف إلى جانبي مع اختلافات طبعا لأنني أتحدث بالوجه الفردي المستقل الذي النابع من ذاتي ورغمتي في المعرفة والتعرف والاكتشاف بقدراتي الخاصة التي توفرتها لي الطبيعة التي هي موجودة بغريب تلقائيا موجودة داخلي وأحاول أن أستثمرها لا أكثر وعليه فأتسأل ماذا تفعل هذه الأرواح المتفردة من أمثالي وأمثالي وكل إنسان هو طبعا عنده هذه الحالة ماذا تفعل هذه الأرواح المتفردة تلجأ إلى طرق قدرية من أدها يبتكرون ما يسمونه الدين الشخصي أو الهروب المحترف من واقع الدين الخانق عبر تمتع بسعادات دينية صوفية مخدرة كثير من الناس يدعي بأنه أنا عندي ديني شخصي أنا لا علاقة لي بالدين الشاعر وأنا عندي ديني الخاص وهي طبعا هذا وهم لأنه وأصلا الديني العام هو أنت الديني الذي تؤمن به هو عندما تيجي تفرحص مفرداته تجدها هي أصلا مفردات نفسها يعني كان القرآني هو القرآن شنو يعني هو القائد الأساسي أو التربة الفكرية والثقافية التي نشأنا من خلالها جميعا فبالتالي أنت لا تستطيع أن تقول أنها لدي رأي خاص فبالتالي محاولة هي للالتفاف على الموضوع واتكار مساحة صغيرة شخصية داخل القطيع لكنه محسوب على القطيع ويحاول يعني يمسك العصى من المنتصف أي لا هو في الوجه العملة الجماعي ولا هو في الوجه العملة الفردي يجمع ما بينهما ويختار يعني يعلن أنه يمتلك الوجهين في الحقيقة هو ضائع بينهما أما الذي يتجل الاتجاهات الصوفية وما يسمونها الأرفانية حاليا والروحانية هذا هي متعاني ينطبق عليها تماما وصفي بأن أو قول ابن نؤس وداوني بالتي كانت هي الداؤ هذه بالحقيقة هي ليست إلا نتاج أوهام وتعود على أجواء وشطحات صوفية أفيونية مسكرة من هنا يعني نستطيع أن نقول بين الصوفي هو أكبر ضحايا الدين هذا الإنسان أقدر أسميه مدمن رفيع المستوى على الفكرة الدينية والإحساس بالانتماء للدين ويعتبر أنه هو النموذج العلالة التي تجسدت فيه روح الجماعة وبالتالي هذا أنا أسميه مدمن عالي يعني جرعات الإدمانية التي يتناولها كبيرة جدا أكبر من المؤتات وبسبب تكوينه الفيزيولوجي أو الثقافي الخاص هو هذا السجن يتحول ذاته أو هو يتحول إلى سجين عالم الخرافة الذي صنعه بنفسه والذي لا يستطيع بأي طريقة وطرق الخروج منه ليش؟ لأنه أصبح أصبح ثلاثة في واحد أولا يصبح هو السجين وهو السجين وهو السجان فبالتالي هو الوجه الفردي كما قلوا والوجه الجماعي القطيعي هو متحد فيه وبينهما فيصبح هو الثلاثة معا في آن الواحد وهذا السجن بالحقيقة وليس إلا جسده نفسه اللي بات يعني يمتقض من بدن هذا الجسد النابض بالحياة والذي يفكر لكنه ماذا يفعل له بل ليس أمامه لأن يسجنه ويحوله إلى خلطة من هذه الثلاثية وهنا لابد أن أعترف بأن هذه المتاهات الدينية وحزوراتها أو فزوراتها الشيطانية أتنسحرها الخاص طبعا وخاصة يعني أفكار الإلهية والسماوية والملائكة والقصص الأسطولية كل التخلق جو كبير يشعر الجميع عندما يؤمن به التؤمن يؤمن به جميع يشعرون بالانتماء إلى بعضهم وأنهم ينطوون على نفس الشحنة من الأفيون الخاص أو الدوبامين الخاص أو أيضا حتى المخاوف الخاصة التي تخلق أدرينالين من نوع معين اسمه النوع الإسلامي النوع الشيعي النوع المسيحي النوع التاوي النوع البودي فهذا الأدرينالين والدوبامين الخاصة والأفيون الخاص كل الأفلونات لها أشكال متعددة على عدد الأديان أو عدد العقائق عموما هناك حتى بعض الأديان علمانية يعني يتلقى متأصب علمانية بشكل مخيف فهذا الدوبامين علمانية أسميه ممكن هذه الطبيعة المتقلبة للأديان والمؤتنقيها يخلينا نفهم لماذا كان الإسلام كنموذج للأديان وليس تحديد الإسلام أنا لا أتقصد الإسلام نفسه لكن أنا أصب الحال الأديان وأضرب الإسلام كنموذج لأنني أعرف أكثر منها نجد الإسلام دائما وما زال قاسي جدا يبطش ومتعطش بشكل شيطاني يسحق شخصية أتباعه من جهة وأيضا تجد أنه دين يشعر بالضعف والهزال الكبير في تكوينه من جهة أخرى وهذا اللي يجعل هذا الدين يتحسس من أي جدل خارج المدارات المغلقة الخاصة بالدين ويتطير من أي شخص مجرد يشعرون بوجود نوع من التساؤل الخاص المختلف عن اللقاء الخاص بالدين فورا يشعرون بهذا وفورا يشعرون بأنه هذا يجب الاتقاء منه هذا يعبر عن نفسه حتى لا يقول له واحد يتدعي يتدعات فارغة هذا يعبر عن نفسه أنه هذا الضعف الإسلامي يعني يتجلى على عبر التاريخ في ضعف الإنسان المسلم المزمن بالغياب هذا الإنسان المسلم وغياب أثرة وتأثير الصالح أو حتى وطبعا تأثير حضور تأثير الطالح دائما تأثير المسلم تأثير غائب لكنه تأثير الجيد المفيد للجمال المسلمين والجمعات البشرية أو الجنس البشري دائما تأثير طالح وليس صالح مع الأسف يعني لكن هاي هاي الحقيقة وهذا اللي يخلى الدين الإسلام دينا لا يصلح ولا ينصلح فأبسط تفصيل به تجد أنه هو يتحول إلى حجر زاوية مجرد أن تلمس هذا الحجر وجد تحت الزلازل داخل نفوس المؤمنين ويشعر جميع بأن الإسلام في خطر وقد آده الله ورسوله وكأن الله هو شخص يتأذى من أي شيء وأنه على الإنسان أن يدافع عن هذا الإله والرسول الذي جرى إذاءهما يعني هذا الإله الذي لا يمكن يعني هاي يتأكد فكرة القطيع لأنه الإله هو رمز القطيع فكيف يتأذى؟ وبالفعل يتأذى يعني ليس مجرد يعني مسألة رمزية لا هي هكذا فعله الإنسان يشعر بأن القطيع تأذى ورمز القطيع تأذى فبالتالي يخلينا نكتشف معنى الإله لأنه دائما تجد أنه يدافعون عن هذا الإله يدافعون عن حماء الدين وحياظ الدين وحضيرة الدين ويدافعون عن الإمام ورموز الدينية والكتاب والقرآن والناس والمسيح والتاو والكهنة والمعابد والمساجد كلها تمثل الإله بالحقيقة هي تمثل القطيع هذا الثروة الجماعية الخاصة بهم الثروة المعنوية الجماعية التي تجعل تربط الجميع فيما بينهم في بوتقة واحدة اسمها الجماعة أو اسمها الدين أو القطيع بمعنى آخر فهذا هو اللي خليك تدافع عنه خلينا نفهم لماذا الفرد المتدين يدافع عن دينه وعن إلهه لأن الإله هو مال لا شيء هو كالمال مثل المال المال غير موجود المال هل هو موجود لكنك تدافع عن مالك وأموالك وحلالك ولكنها كلها مسألة نمزية يعني ليست موجودة الإله نفس الفكرة لكن هي حتى تصدق بوجود إله تدافع عنه وحتى تحول هذا الكتلة الجماعية التي لا ترى والتي لا يمكن أن تلمس والتي تشعر بوجودها لكنها غير موجودة الجماعة أنت موجود حتى تعيش واحدك مثلا في بيت لكن بلد آخر مسافر لكن تشعر بانتمائك للجماعة التي أنت منها أو القطيع الذي أنت منه وبالتالي تشعر بوجود إله يتابعك ويراقبك وأيضا يحتفي بك ويساعدك وينقذك عند المنمات فعندك إيمان بأنك لست وحيدا وأن هناك قطيع واقف على هو السداد للدفاع عنك وهذا قطيع رمز الإله وأنك تتعبد لها إلى ومواصلتك لما تعبدها إلى وداء الفرائر حتى ولا أنت كنت لوحدك هو يخليك يشعر بانتماء القطيع وأنك تمتلك قوة ما أكبر من حجمك الطبيعي هذا الإحساس يخلي هذا الإنسان دائما مستفز غائب عن ذاته وحاضر في أفق الجماعة وليس في أفق ذاته وهذا الحضور هو يخليه غائب ومستفز دائما من أي محاولة للاهتداء وخاصة إذا كان هذا الدين يشعر بأنه هو عليه أن يصلح للعالم وأن كل الآخرين على خطأ وأنه هو الوحدة والصحية وكل غيره لأنه ما زال عدة فكرة قطيع ويتصور بأن الحياة ما زالت حياة على النمط القديم وأنه هناك صرع بين جماعات وكل جماعة الإله والآلهة تتصارع بينما بينها وأن الله أكبر منهم جميعا إلهي أكبر منهم جميعا وأن الآلهة ما لا توم هي آلهة مزيفة والإله الحقيقي الوحيد هو إلهي وهذا هي الفكرة ليش هو مستفز المسيح الآن لم يعد مستفزا في العالم الغربي لماذا؟ لأنه حقوقها مضمونة ويشعر بأنه انتماء المسيح لم يعد مهددا وأنه انتهى الموضوع لم تعود هناك جماعات متحاربة فيما بينها ولكل منها إله ودين المسلم ما زال يعيش هذا الظرف لم يخرج من هذا الإطار فبالتالي هو مستفز لأنه فعلا من حقه يستفز أنا لا ألومة لأنه ما عنده مجال آخر إنسان أنت متدين ضمن جماعه وبالشارع أكو أربع جوامع والكل مؤمنين ويصلون فمن أن تكون أنت حتى تختلف عن القطيع فورا تشعر بأنك لا تنتمي لهذا القطيع وليس حتى غادرتهم إلى أين تذهب لا أحد يتقبلك لأنك تعودت على هذه الثقافة وعلى أخلاق هذا القطيع وقيامه وعرافه وآلهته وأديانه ومؤتخذاته الأضمنية طبعا وليس الكلية هذا الكل يفسر لماذا نجد أن جميع الإسلاميين على اختلافهم وطوال التاريخ يضطرون لاتباع طريق العنف والاستبداد والتجهيل والتحجيب المتعمد للعقل ولرؤوس النساء ليس للحجاب للنساء إنما لعقل الناس والأفراد وجعل كل شيء يصب في رصيد وجماعة الديني أو القطيعي على حساب الأفراد طبعا ولا بأس بالتضحية بالأفراد في سبيل الجماعة وهذا مبدأ عام موجود حتى بالنظمة الدولة الحديثة وهذا السبب معروف أنه تهي سبب الطريقة الوحيدة التي تبقى فيها الجماعة إلى ما لا نهاية يعني فترواح بالأفراد وهذا الطريق الوحيد الذي يجعلها تستمر ومستعدة للتضحية بالأفراد في سبيل الجفع عنها وإخافة الآخرين وإرهابهم والمشكلة هي لنا المشكلة الخطيرة أنك تؤلف جماعة قوية متماسكة لكن على حساب ماذا؟ على حساب جماعة نفوس أفرادها ميتة تقريبا إلا من قدرتها الفائقة على فرز الأدرينانين والدومامين والأفيون الذي يخدر الجميع ويجعلهم طوع أمر الرعاة الرعية ومستعدين أيضا للدفاع عن ذاتهم وتضحية بأرواحهم كما يضحية الدواعش أو الدبابير في مستعمرة الدبابير مع السلامة وعلى سبحانه وتعالى وشكرا للإنصال موسيقى موسيقى موسيقى